أنا طبعاً بقى نوع الفهلوة اللي جاي ده بيوجعني قوي اللي هي الفهلوة في الدين إحنا عندنا مية وعشرة مليون مفتي الناس اللي بتنصح بعضها في الدين ولا هم درسوا دين ولا تعلموا على إيد مشايخ معتمدين وحصلوا على المنهج الصحيح فأدى ذلك إلى إن هم يبقوا مسندين ويبقوا مجازين ما حصلش ده وعشان كده بيبقى سهل إن هم يتطرفوا يتطرفوا في الخرافة أو يتطرفوا في التشدد أو يتطرفوا في أي تطرف تاني حتى لو كان تطرف لديني تطرف ليه طيب؟ عشان الفهلوة الفهلوة تعمل إيه؟ تسد باب المعرفة وتخلي الناس تحس إن الواحد بالفهلوة يقدر يحصل اللي حصله العلماء اللي عاشوا طول حياتهم بيتعلهم وعشان كده من مظاهر الفهلوة إن الناس يقدموا نفسهم على إنهم دعاء على السوشيال ميديا بسبب إنهم أروا كتاب أو اتنين وبسبب إنهم قادرين يلعبوا على احتياجات الناس أو قادرين يلعبوا على اللي الناس مش عارفينه فييجي حد يقول لهم أنا أجيب لكم حاجة ما حدش يعرفها من 1500 سنة ويبقى المسألة مسألة إيه؟ سوء والناس بتهرد فيه ويتحول الدين إلى بيع وماركتنج بيع وتسويق فيتحول والعاذ بالله الشخص ده إلى صد عن سبيل الله لأنه هو ولا تقف ما ليس لك بها علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة الفهلوي للأسف يجعل الله أهون النظرين إليه وخاصة في الدين في الدين الشخص بيوقع عن رب العالمين فما ينفعش واحد ما بيعرفش يفك الخط في الدين يعبس بكل هذا العبس في الدين وإحنا قاعدين نشوف وقاعدين بقى نسمع كل يوم مصيبة ونعيش كل يوم مصيبة بسبب فهلوية الدين إليه الشخص ده هيروح ويقول إنه هيتعلم أصول الفقه في ست ساعات ست ساعات ده إحنا عدينا عدينا في العبور أكتوبر آه لكن ست ساعات ست ساعات يتعلم فيها علم ليه؟ ده لو عيشربه وهو سخن مش هيحصل كده لكن بيحصل فيه ناس كده وحصل كده بقى كتير بقى فبقى الدنيا تمالت بقى ناس من أدعياء العلم وكمان بنشوف الفهلوة كمان في ناس تستبيح العمل في مهن لا اتعلموها ولا تأهلوا ليها زي الناس بيروا كتاب ولا كتابين ولا احضروا دورة ولا دورتين ولا كرسي ولا كرسين في علم النفس فيسموا نفسهم معالجين فيخرجوا على حياة الناس وللأسف يدمروا بقى في حياة الناس ويدمروا حياة الناس والناس مش قادرة تقول لهم إيه اللي انتوا بتعملوا ده نفوس الناس على فكرة دي أمانة فيا عباد الله الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا سادة نفوس الناس أمانة وعقول الناس أمانة وحياة الناس أمانة ما ينفعش كل اللي بيحصل ده لإن اللي حاصل ده هيودي حياتنا كلها إما إن إحنا نعيش في الخرافة أو نعيش في العبثية أو نعيش في الجهل وما نقدرش نتقدم عشان كده في ناس عندها فكرة بيبرروا نفسهم الفهلوة إن الفهلوة ده بتحقق نتائج سريعة أنتوا بس في العلم بطاق في العلم إحنا مش بطاق في العلم إحنا مسؤولين إحنا عندنا أمانة أنت اللي أنت بتحاول تحققه ده وتسميه فهلوة ده مش إنه هو نجاح النجاح في الحقيقة إنك تبني فالبناء يستمر مش إنك تعمل لحظة كده ولا لقطة وتعتبر إن اللقطة دي نجاح لا والله الكلام ده ما يصحش الكلام الإنسان بناء وبيبني وإحنا مأمورين الله سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن إحنا نخلي بالنا من اللي بنعمله فقال لنا سبحانه وتعالى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعياه سوف يرى عايت شاف اللي أنت بتعمله عشان كده سنة الحياة إنها تمشي بقانون الزراعة المزرعة يعني النجاح المستمر هو اللي فيه العلم والإتقان والديمومة وإن زي كيف حصل أحب العمل إلى الله أدوامه وإنقل زي الفلاح بيحرط الأرض ويحط البذل ويرويها في أوقات معينة ومحددة معروفة بالعلم ويغزيها باستماد ويصبر عارف ده زي إيه؟ زي ما الإمام الشفحي قد قال الأخي لن تنال العلم إلا بستات إنسان بيك عن تأويل يا ببياني زكاء وحرص واستبار وبلغة وإرشاده أستاذه وطوله زمان يبقى الحاجات دي لازم يبقى فيه طوله زمان لازم يصبر لحد ما ييجي وقت الحصاد لو الفلاح قرر إنه هو يحصد قبل يوم الحصاد فلو حد حاول ييجي قبل وقت الحصاد بكام يوم بكام يوم بس ويحرت الأرض ويبذر ويسمد ويسقي بنفس الكميات ويظن إنه هو هيحصد يوم الحصاد يبقى بيحلم هو هد كل حاجة